انا عايز اخد معلومة من البوتن ان انا دايس عليه او لا اخد معلومة مش عايز انا اكتب عليه ديجيتال ريد ديجيتال ريد بالظبط ديجيتال ريد طب لو انا عندي مثلا متونشيوميتر برضو متفسر على الهيويل لو وانا عايز اخد بقى هنا اموت متغير يعني من 0 و 5 فولت وباخدها بحل اسمع ايه انا لو بريد انا لو بريد ماشي طب انا بقى لو عندي لدية وانا اللي عايز اختحها يعني انا موصلها مسلا ببين 12 وعايز اناورها بكتب ايه بكتب ديجيتال ريد ماشي يعني احنا كده عندنا ديجيتال ريد وانالوج ريد وعندنا ديجيتال ريد يبقى فاضل ايه انا لو جرايد ايه بقى انا لو جرايد دي انا لو جرايد دي اي танلوك سيجنال بس قولنا الاردوينو مش بيعرف يطلع الانالوج سيجنال دي فاحنا بقى قلنا مش عارف قعدنا نجيب اا quo سوا قال وعدنا نكتب كود وحوار طب ماشي احنا اسلا ليه weiterhin صالية على الانالوج سيجنال عشانى تحكم في باور يعني انا مثلا لما هزيد كده الباور بتاعي هيزيد انقص باور هينقص فقل.. فقلولنا يعني.. يعني انت كل اللي انت عايزو تتحكم في الباور طب انت ممكن تتحكم في الباور على فكرة بالهوي واللو بس ايه ده ازاي طب انا مثلا لو عندي هو ده الاكسس بتاعي وانا مطلع الباور بتاعي كده كده الباور بتاعي كونستان او لو بقيت zero هبقى كونستان طب انا لو طلعت بقى square wheel مشان اقدر اتحكم في الباور يعني عايز الباوري بقى كبير اكبر اليوتي سايكل عايز الباوري بقى صغير يعني ده كده اهو عايز الباوري بقى صغير اعمل العكس اطلع حتة صغيرة وبقيلو اكد هالله حتة وبقيلو مش عارف الباور كان area under the curve وحاجة كده فالمهم ان انا لو طلعت square wheel يبقى انا كده قدرت اتحكم في الباور ماشي طب بقى اطلع square wheel ازاي هي بالانالوج ايه بالانالوج رايد دي اقول له analog right بعد كده اديرو البنية بتاعتي ليه مثلا سي اربعة بعد كده بتديرو هنا قيمة من zero الانتين خمسة وخمسين ايه بقى القيمة اللي بتديرو هنا دي دي duty cycle بتاعي يعني انا لو عايز ايه الـ duty cycle بتاعي يبقى صفر لو اكله لو احطله هنا zero لو عايز اكلها high احطله هنا امتين خمسة وخمسين طب انا لو عايز مسلا duty cycle بتاعي يبقى نص احطله بقى متين خمسة وخمسين على الاتنين وهكزا فانا اقدر اتحكم في duty cycle من هنا بس في حاجة مش اي بناية اقدر اتضع لها الانالوج ايه بالانالوج ده اهم اللي هما الثلاثة والخمسة والستة والعشر دي بالنات بس انا اقدر اطلع لها الانالوج انبوت اللي هو bmw يعني اسمها bm قصدي يعني اا pulse width modulation ان انا بتحكم في width تعالي pulse يعني بس فهو هنا بعرفه معادي ان هما output بعد كده بديهم duty cycle اللي انا عايزة تمام كده حد هنسأل في bmw bm اعم تمام تمام ماشي عايزين نخش بقى على احنا برضو قلنا ايه ان احنا بناخد قرية من بتونشيومتر منزيله الخمسة بولت ومن الالية دي بقى كنا بنقدر نعمل حاجات كتير يعني لو كنا حلنا الشيت الالية دي ممكن نتحكم في ردية معينة تفتح او ممكن نعمل اي حاجة يعني انا باخد معلومة ومن المعلومة دي بطلع من عندي output ايه بقى اقول هو output ده بمزاجي ممكن انا عايز لما احرك بتونشيومتر افتح تكيف مثلا هو احنا اكيد مش عارف افتح تكيف بالاردوينو بس مثلا يعني تمام تمام ايه بقى فايدة السنسور ده ان انا بدلا ما هاخد input بتاعي من بتونشيومتر اللي هو مش هيمثلي حاجة مهمة يعني اللي هو volt على مقاومة لأ انا ممكن اخد الفولت بتاعي من سنسور يعني مثلا سنسور درجة حرارة لما يديني مثلا 2 فولت دا انا هاعرف منه مثلا ان احنا دلوقتي 10 درجات مقاوية اداني 4 فولت هاعرف مثلا ان احنا 50 درجة مقاوية فانا دلوقتي المعلومة بتاعتي يعني بستفاد من السنسور ان المعلومة بتاعتي باخد منه معلومة قيمة قدران بيها حاجة اللي هو مثلا لما الدنيا تبقى حر قوي كده هافتح التكيف طب الدنيا برده قوي كده افتح الدفاية مسلا ماشي فعندنا بقى كم سنسورز كده يعني هما يعتبر هنقراهم يعني هما دي فكرة السنسورز بس ايه التلت سنسور ده ده بيتحكم في الانكلين يعني اه انا كنت سألت مويت فيها قلتلو انكلين مين وشمال ولا فوقه تحت قال لي اي حاجة فهو فكريته بس ان هو اه بيبقى فين الرسمة بتاعته هو بيبقى عبارة عن سويتش مفتوح كده لو حصل انكلين السويتش ده بيقفل فانا الفكرة دي ممكن مسلا اخليه طول ما هو في الهوى اكتب عليه ايه اكتب عليه هواي اول لما يحصل لي انكلين هو هيقفل صح فهيتكتب عليه له فانا بقى ممكن اعمل اي حاجة بالكوت بتاعي هو مسلا قرر ينور لامبة بالكوت بتاعه هو عايز لو في انكلين يفتح لامبة بتاعت الموف لو ما فيش انكلين يقفلها ايه بس بس خلالي بس نشيل السطر ده الوقتي عشان ما اصلاف اتح واحدة بتاعت موف واحدة بتاعت التلت تلت ده هو اسم سنسور يعني ده معنا ان ايه معنا ان هو لو واحد يبقى انا السنسور بتاعي مفتوح صح? وبتعمل اسنسور بتاعي مفتوح يبقى انا المفروض المفروض لا فيش ارجع في موفه هو مناور اللده بتاعت الموفه. المفروض لما يقفل يعني لما دي تبقى فولس هي اللي تبقى كده. فانا اظن ان المسال ده مش مصبوط يعني. يا موف لد دي يعني اسمها ولا دي حركها ولا ايضو زبط. هو دي لد هو مسميها لما يبقى في حركة الموف لد ده هتنور فاهم? اه اه تمام. فهو بص كاتب ايه ان العادي ان هي هاي اصلا. فالمفروض ان ده بيقفل لما يبقى في حركة صح? فالمفروض ان هو العادي بتاعه يبقى مطفي. الا لو هو العكس. بس انا ما اظن شنو العكس. ماشي عندنا حاجة اسمها ده انا عايز اعرف الاودة بتاعتي منورة ولا مطفية. عشان مسلا لو مطفية انور لمبة. لكن لو منورة خلاص هي منورة فمش هعمل حاجة. ماشي فهو قال لي ده لم اداني بتاعه كده. قال لي كل لما الاضاءة بتاعتك بتزيد كل لما المقاومة بتاعتك بتقل. يعني هو ده السنسور انا متعود حاجة بتتديني هاي ولو. ده بقى ما قاليش كده. ده قال لي انا هتزيك مقاومة المقاومة دي متغيرة. لما تزيد هتقل. فاحنا ممكن نستفيد بالمقاومة اللي معايا دي ازاي? ان انا اخد منها معلومة. ازاي? عندي مقاومة بتتغير. عايز اخد منها معلومة. الله راح زودها وغيرها بقى براحتي واشوف الاضاءة قداما تبقى تندياني كام يعني. ازود ايه? هيا الازيستانس انس انس بيتزيد الوحدة. فانا ممكن اخد الريزستنس دي هعبر عليها بريزستنس كده مثلا. اخدها مع تانية كونستانت من عندي هزودها. ونتيجة بتاعهم ده يبقى الامبوت بتاعي. واصلة الحتة دي ولا ايه? يعني هحط مثلا هنا الجراوند وهنا تمام? لو مسلا ما فيش اضاءة خالص. هلاقي دي بكام? هلاقي دي مسلا بمليون. فهلاقي ان فولت بتاعي كله وقع على دي. فهلاقي دي مسلا ان هي حوالي فور بوينتراين فولت. طيب ماشي لو الاضاءة بقى عالية قوي 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 ان هو انا شبه صفر. فدي هتبقى صفر. فلما دي هتبقى صفر. هبقى انا خمسة فولت. انا ام سوري 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 سوري. دي له صفر هبقى خمسة فولت. لكن دي له رقم كبير قوي. يبقى هاي يبقى النقطة دي رقم صغير قوي. انا اقولها تانية عشان اللغبطة اللي حسرت دي. انا عندي اهو هوي. وده الالدي ار. ودي مقاومة سين عشرة كيلو مسلا هحطاها من عندي. ماشي انا عارف ان ده خمسة فولت. المقاومة بتاعتي لو كبيرة قوي مسلا. فهي شبهة تسحب الخمسة فولت كلهم صح? فهيبقى فرق الجهد هنا سي انه هو فور بوينت ناين فولت. ماشي انا اخد بتاين او بتاين قصدي. من هنا. فالحطة دي له خمسة. ونقصت فور بوينت ناين فالحطة دي تبقى او بوينت وان. العكس بقى لو انا باخد دي مسلا رقم صغير قوي مسلا او بوينت وان لو تندي ستو زيرو. فالحطة دي تبقى اكنها شورت سيركيت. فاكن ما فيش حاجة واقع عليها. ترمى اكنها فيش حاجة واقع عليها. يبقى انا اكني واصل بالفي سي سي. فالحطة دي هتبقى مسلا فور بوينت ناين ولا حاجة. يعني اكني كنت خمسة بس مسلا حصل لي فولتج دروب بقو بوينت وان. فانا هنا بقيت فور بوينت ناين. خلي بالكم عشان بتفرق الدايرة. يعني انا لو راسم دي كده هتبقى زيل ارقام. لكن لو عملت كده. وحطت دي المقاومة لعشرة كيلو. وحطيت هنا. ده بتاعي. الكلام ده هيتعكس. يعني انا ببص على الدايرة واشوف هتراسب طردي ولا عكسي على حسب الدايرة اللي انا راسمها. حد مش فهمت حيطة دي. شور. تمام. اه تمام. ماشي هو هنا عمل نفس الحور. جاب بي سي سي هنا هو. وجاب بتاعه. وحط هنا مقاومة من عنده. وبيعمل ايه? بيقيس فرق الجهد عليها. انا عايز اقول للمسال ده تاني مسال خلينا هنا. هو هنا بيقيس الفاليو بتاعته بانان رو جريد. فالقيمة هتجيله من زيرو الالف تتاتة وعشرين صح? فهو عايز يعمل يعني بصوا. نرجع للكيرف هنا. هو عايز مسلا هو اعتبر ان الحتة دي كده. هنا مضلم وهنا منور. فالحتة دي اسمها ايه اسمها? انا بعديها منور وقابليها مضلت. حلو كده? فهو اخد القيمة بتاعته اللي هي النص بالزبط. وحطها في الديجيتال رايت. هو سأل نفس سؤال هل القيمة بتاعتي اكبر من النص? لو اه افتح لي اللمبا. لو لقى افل لي اللمبا. ماشي. هنا اه حاجة طبيعية استخدمنا انا رو جريد. عشان بيجي لي قيمة ما بين زيرو لخمسة فولت. هنا بقى هو عامل ايه? هنا مستخدم ديجيتال ريد. ايه ده? ليه بقى ديجيتال ريد? هو اعتبر ان من زيرو. انها يعني في ديجيتال ريد لو جالي حاجة من زيرو لاثنين ونص فولت. فالقرية بتاعتي له. لكن لو جالي حاجة من اثنين ونص فولت لخمسة فولت. القرية بتاعتي هيقرأ هوي. وهو اكد انه تغلب على حتة انه هو عامل ديجيتال ريد وهي هتجيب له النص بالزبط. فهو هيعمل بيساوي الديجيتال ريد بعد كده يحط الفاليو في الليد. تمام كده? ماشي. احنا بقى دلوقتي اول سنسور خالص كان سهل. اللي هو يبيدينا يهيلو. تاني سنسور يعني اه ادينا له مقاومة من عندنا. عشان نعرف نتعامل معاه زودنا عليه مقاومة. في بقى سنسورز اللي هي موشن ديتكتا سنسورز. يعني اول واحد لطيف. البي اي ار دا لطيف. البي اي ار دا بيقول لك لو في حد قدامك هديك هاي ولا لو? هديك هاي لو في حد قدامك. ما فيش حد قدامك هديك لو. الدنيا بسيطة جدا. يعني هو السنسور بتاعي اهو. لو في حد عنده على اي مسافة من سبع متر. يعني ده مسلا واقف عن تلاتة ونصف متر. فالسنسور ده هيرجع لي هاي. فانا قدر اقول ديجيتال رايت لما تبقى هاي اعمل اللي انا عايزه. لكن لو مسلا في واحد واقف بعيد عند سبعتاشر متر مسلا. لأ هو خلاص مش شايف وهيديني له. فده ببساطة. لو حد قدامي هرجع ليك هاي. لو حد ما فيش حد قدامي هرجع لك له. يعني ده زي اللي بيكون في الابواب بتاعة المول او كده هو ده. يعني لما حد بيقرب بيدي هاي بيشتغل. اه. اه بالزبط. لما حد بيقرب منه بيدي هاي فبيفتح لك الباب. بيبقى لهم ما بيفتحش الباب. ابعد ابعد من سبعة متر هو لو صح كده. اه. طب ايه اللي وصلت للواقف ايه مش انت تكتد آآ قاقتها خلاص ده تمام لو قريب. ناشي هو هنا عمل ايه. اه خد ال بتاعه ان هو اموت واللد ان هي او بعد كده اخد الفاليو بتاعته ان هي الديجيتال ريد. فهو قال لو الديجيتال ريد بتاعتي هاي. هعمل ايه? هنور اللمبة واقفلها تاني. يعني اكلني ده يعني لو لو حد اقرب مني هرعش لمبة كده. اكلنا مسلا ايه لمبة انزار. عافية لمبة الانزار? لما حد هيقرب هعمل لمبة انزار. بس كده. ماشي. السنسور ده جميل وسهل وكل حاجة بس في عيد. ان هو بيقول لي في حد قدامي او ما فيش حد قدامي. طب انا بقى لو عايز اعرف الحد ده بعد عني مسافة كم متر. مش هعرف. هو بيديلني هاي يا لو. فانا لازم الاجهة لسنسور تاني يعرفني الدنيا هاي ولا لو. تمام. ايه بقى سنسور ممكن يعمل لي كده. عندي سنسور اسمه الترا الترا سونيك سنسور. ده بيبقى عامل كده. في عينين كده. وطلع منه اربع رجول. لو حد شافه محاضرة ما ما يقولش تلاتة يعني هم يعني خليهم ماشيهم دلوقتي اربعة لغاية ماقول ايه يا احوار التلاتة ده. طلع منه اربع رجول. رجل بتوصل على الهاي سيبك منها. رجل بتوصل على اللو سيبك منها. في رجلين بقى واحدة اسمها ايكو. واحدة اسمها تمام كده? السنسور ده بيعمل ايه? السنسور ده لي عينين كده. في واحدة بتطلع ويفز. طلع الترا سونيك ويف. فلو بيطلع الويفز ده اسمه تريجر. طب والايكو. ايه? الاكو ده عارفين هو وسط ده الصوت? اللي هو يعني استقبل الويف. فده هو الاكو. طب تمام. انا دلوقتي عندي معلومة. يعني السوريو عندي ايه? ايه? دي الترا سونيك ويف. فالسرعة بتاعتها هنعرفها. سرعة الصوت. فانا السبيد معي. ماشي? فانا لو قدرت احسب الطايم اللي هي راحت وجدت في هبقى معي الطايم كمان. فانا لو عايز الديستانس بسيطة هضرب في الطايم. انا اجبت الديستانس. ماشي. اقدر بقى ازاي اه احسب الطايم ازاي? قال لي السنسور ده بيشتغل كده. اه ده مسلا الابجيكت بتاعي. ودي العين التانية. قال لي انت هتدي له بلساية. يعني انا من الاردوينيو بتاعي هدي بلس على التريجر. حد يا اه ما يعرفش احنا بنطلع البلس دي ازاي? لو انا عايز اطلع البلساية دي من اه من اوتبوت عندي هعمل ايه? هعمل ايه? لا في الانجاز. عايز اطلع البلساية عاملة كده. هعمل هنا ديجيتل لو. ديجيتل رايت لو. وهنا ديجيتل رايت هاي. وهنا بعد كده اعمل ديجيتل لو تاني. يعني اقفلها ودي لي وافتحها ودي لي واقفلها ودي لي. حد مش فهمها? اه تمام. تمام. ماشي فهو قال لي التريجر ده بس اه اتديروا بلساية. ماشي لما اتديروا بلساية ايه اللي هيحصل. لما اتديروا بلساية هو هيبدأ يطلع ويفز. تمام. اول ما ده هيبدأ يطلع ويفز. اللي هيحصل هنا. هيبقى فيه هاي هنا. فده خلاص هاي. طب الهاي دي هتروح امتى? ده هيفضل ماشي 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 ويرجع هنا. اول لما يغبط هنا ده ينزل له. تمام. انا عندي بقى فونكشن اسمها فالس ان. فالس. ان. الفونكشن دي لو انا اديتها الايكو بتاعي. وقلت لها هاي? بترجع لي ايه? بترجع لي الوقت. ازاي? يعني هي بتحسب الوقت اللي هي هاي فيه. فاحنا قلنا. انا اول لما هطلع الويفز بتاعتي دي هتبقى هاي. لغاية ما تمشي 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 وترجع. اول لما هترجع هتبقى له. فانا لو حسبت الوقت اللي انا كنت فيه هاي ده الوقت اللي السجنل اه او خدته ريح جاية قبل ما تيجي. فانا كده خلاص جبت الطايم. بس الطايم ده في مشكلة. ان انا رحت ورجعت. فانا مش عايز الطايم. انا عايز الطايم على اتنين. عشان انا عايز المسافة دي بس اقسمها على اتنين. تمام. يبقى انا دلوقتي معي الطايم والسرعة اصلا عارفها. مش احنا عارفيني سراعة السوت مش عارف ربعمية وعشرين متر في الثانية على الحقيقة كده. فانا خلاص اقدر ادرب في الطايم. اجيب اه سوري اقدر ادرب في الطايم اجيب من هاد دي. حد مسقط اي حاجة? طب حد فاهم? تمام تمام بس وابع الفانكشن بتاعتك هدود ده اللي يعني اه. لا يعني بتسئل عارف ايه اول. لا انا بشرح وخلاص انا معرفش بقى هو هيجيب لك سؤال ازاي. ماشي. احنا قلنا عندنا بنية. بحط عليها الاوتبوت. وبنية باخد منها الامبوت صح? تمام. ماشي. هو بقى اه النوع اللي الدكتور عاملوا مفوش ببنايتين دول. فيه بنية واحدة. يعني بيوفر بنية. البنية دي انا مرة هبرمجها ان هي واكتب عليها. بعد كده اول ما اخلص اروح بسرعة رايح لبرمجها ان هي بعد كده اخد منها الالي. يعني باستخدم نفس البنية كايكو كتريجر. اه ازاي بقى بنعمل الكلام ده في نتكود. انا هنا في الاول بعرف بتاعتي ان هي اوتبوت. اه بنج بن دي. انا مسمي يعني البنية بنج بن. فانا عرف ان هي اوتبوت. بعد كده هديها ببلصوية. هديها ببلصوية ازاي? هقول له بعد كده بعد كده دي راي. بعد كده دي راي. بعد كده دي راي. انا كده خلاص عملت البلصاية بتاعتي. بيديها دي راي ايه? بيديها دي راي بالمايكرو سكند بالاركام دي. يعني هي دي ايه في الداتا شيت يعني. ماشي. خلاص انا بعدت السيجنال. عايز بقى استقبلها بسرعة. فامسك بنج بن دي اروح محاولها اموت بسرعة. واعمل ايه? اه اخد بقى بتاعي في بالبالص اقول له اول حسابي الوقت وهي هاي. فالديوريشن دي هيبقى فيها بتاعي. تمام كده? بعد كده بقى دي فانكشن. فعايز اريترني ايه من الفانكشن? بيقول لك مايكرو سكند تو سنتيميتر ديوريشن. فهيوديني الفانكشن التانية. الفانكشن دي عامل ايه? قسم على تسعة وعشرين وقسم على اتنين. حد فاكر الاتنين دي بتاعت ايه? دي اللي ياتي على اتنين اللي انت لت عليها ولا? اه بالزبط. انا عشان الطايم بتاعي رايح جاي فهقسم على اتنين. قسم بقى على تسعة وعشرين ليه? هي دي سرعة الصوت. هي دي سرعة يعني هو قال لك اه بتاع الساوند في خلي بالكو بمكدة تلتمائية واربعين دي ما مسلا تبقى في ففي بقى في وحاجات كده. فهي هتبقى تسعة وعشرين سنتيميتر بر مايكرو سكند. ففي الاخر دي السرعة بتاعتي. فين الكود? وانا بطلع ولا ايه? فين الكود? سوايا. فانا في الاخر هريترن الا 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 على السرعة. هما مفروض انش مضربين في بعض. يلاقي الديها كده سوايا كده. انا ديته الطايم. هو هياخد ايه? هو بياخد الطايم يقسمه على تسعة وعشرين ويقسمه على اتنين. لأ سوايا انا كده هلنكتف. سوايا. هو دي اكول في طايم. سوايا? يعني المفروض. انا باخدها ايه? مايكرو سكند. على تسعة وعشرين على اتنين. طب هي على اتنين دي ماشي نفوت في تسعة وعشرين بقى. ولا ايه? هو انا مهنج حد مجمع. خلاص فوتها وخلاص عادي وكمل بعدها يعني. ناشي بس انا مصدر. وفي حاجات بتبعي مكتوبة غلط. هو بيقول في المحضرة لأ دي كزا عدلوها مش عالف ايه لأ دي كده. ومساعة ما بياخد شبال. بس هي انا فاكر ان الرقم ده كان صح بس مش فاكر كان صح هنا. طبعا المهم هنا هو بقى في بتاعته في الاخر بيعمل ايه? بياخد السنتيمتر بتاعته. السنتيمتر ده اللي هو الديستنس بتاعته يعني. بينادي على الفونكشن. فالفونكشن دي بتروح تنادي على الفونكشن دي. وبتريترن في الاخر الفونكشن دي. فدي هتنادي على دي تاني وهتريترنره الرقم اللي هو عايزه. اللي هو في الاخر مايكرو ساكن دي عم تسسة وعشرين على اتنين. فهنعمل هنا. طبس فاني معلش? في ايه يا بابا? بتكلم قلنا نايم بس ما روح مش نايم. مش نايم? نايم. اه. بسرعة بس عشي بتكلم ايه. والله انا حاجات مهمة عايزه بس. ناشي تماما. هو هنا بقى بيعمل ايه? بيخلي الديستنس بتاعته دي بيعمل بها دريل. فمعنى كده ان كل لما الديستنس هتكبر كل لما هدري هيبقى اصغر. يعني معنى كده ان الحاجة كل ما بتقرب عليك اللي بيحصل اللامبة بترعش اصرع. في يعني كل ما حاجة هتبدأ اللامبة هتبقى كل ما حاجة هتبقى عاد سوري اللامبة هتبقى بتنور بالروح. اول ما هتقرب عليك اللامبة هتبقى اصرع. بس كده. حد هنسوا ارى في البتادة? لا تمام تبقى قول لي كده الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني كده في السريع كده. تمام. خدنا اول حاجة خالص. اللي هو كان بيدينا هاي او لو. اللي هو لو فيه يبقى هاي او لو. تاني واحد كنا بنحط مع مقاومة عشان خاطر نعرف الاداء. تالت واحد ده كان بيدينا هاي و لو برضو. وهو بي اي ار. اللي هو لو في حد قدام يدينا هاي و لو. ده. رايمن او جيد. او. التاني ده لازم التاني ده لازم نحط معه دي. او لازم. اصلا انت لو معك مقاومة بس متغيرة هتاخد بتاعك من ما هو يعني انت لو حطيت عليها خمسة فولت هيفضل عليها خمسة فولت. فانت لازم تحطها في فولتج دفويدر عشان تعرف القيمة تغيير. او. ايو ايو. استميم ماشي كده. هو الاخر واحد ده قلت كم يعملي بس معلش. اللي احنا فيه دلوقتي. او او ده. تمام قوي. بنحسب الديستانس. بس انا بكتب وراك فاللو بس ابقى. او يشتاقش. بنحسب الديستانس فقولنا مفيش سنسور هيقدر يقول لك الديستانس مثلا تلاتة متر. فاحنا بنستغل بقى ان احنا بناخد سرعة الدوق ونقسمها على الطايم والكلام ده. ماشي. طريق تمام. فيه سنسور تاني بقى. اسمه ماكس سونر ايه زد مش عارف ايه. ده زي اللي فات بالزبط بس اسهل في حاجة. بدل ما نعد اعمل بلسط هو بيعملها لي لوحده. فانا باجي في الكود بتاعي كل اللي بعمله ان انا باخد الطايم بتاعي على الجاهز. بس اصدق بتبقى الوقت على تمانية وخمسين. تمانية وخمسين دي اللي هي كانت تسعة وعشرين على اتنين يعني. فهي هي تمانية وعشرين. بس فبجيب الوقت بتاعي وبرضو بعمل اه كل ما اللمبة تنور والحاجات دي. فده اسهل ان انا يعني بس نقصت الحتة دي. الحتة دي هو بيعملها لي من نفسه. هو عاب بيعمل كده السنسور هو مفور لي الحتة دي عاب بيعملها. فانا ببدأ كود بتاعي من هنا. ماشي. خليلا بس انا عديد بتاعي ده رأتي. عندنا بقى البتاع ده اسمه بيزو. ده بيشوف لنا فيه فيبوريشن ولا لا. نفس الحوار بيدينا فولت. فين الكرب بتاعه. ماشي بيدينا فولت بي يعني دي لها الفيبوريشن ودي الفي. مسلا هو كده. كل لما الفي هتزيد. كل لما كل لما الفيبوريشن هتزيد. كل لما الفولت هيزيد. ماشي. فانا ممكن مسلا برضو نفس الحوار. اجي هنا مسلا واخد سريشولد ليا. لو اكني هنا بتحرك جامد وهنا بتحرك اقل. وتبقى النقطة دي السريشولد بتاعتي ليا مسلا سي عند التنين ونصف فولت. السريشولد ده بقى حديدها لأساس ايه? ممكن بقى لأساس التجربة او اي حاجة بس يعني عموان بناخد اي سريشولد عشوائي كده. ماشي. هو هنا عرف اللي اداية ان هي بعدين خد السنسور بتاعه وعمل له انا لو جريد. ايه حد يعرف احنا ليه ما عرفناش هنا ان اا ان زيرو دي شوفو ده باخد من هنا ليه ما كتبتهاش في الفويت سيطر. عشان ايه ما تنفعش غير انبوت تقريبا. بالزبط بالزبط. عشان الانالوك بيبقى انبوت بس لكن الديجتال ممكن بقى انبوت او او اوتبوت عادي. فدي ديجتال فانا هقولت له ان هي اوتبوت. تمام انا هنا خلاص خط الالاية بتاعتي في الفاليو فبقرنها بالسريشولد بتاعي. ايه السريشولد ده انا معرفه بفوق ان هو بمية. لو انا اكبر من المية اعمل لي اندكيشن ان انت راييش لللمبة. لو انا لو انا اصغل من مية لأ خلاص سيب لي اللمبة مطفية ما تعملش حاجة. تمام كده? ايه قول? اه بقول لك لو هو اكبر مسريشولد تمام ما هو كاتب هوي يعني هايرعش للمبة طب وبعاكها هي من دي دي وبعاكها هي تاني. اه بس خلي بالك انا مسلا لو اعب بترايش 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 بترايش. هنورة دهات فيك مرة. يعني لو اعب بترايش على طول. كتير يعني مش هفضل بترايش على طول فاهم? يعني دي فويل لوب. فهي هتيجي تتشيك تاني على الفاليو. لو لسه الفاليو عالية هفضل هترايش. فاللمبة بترايش طول ما انا طول ما انا اكبر من السريشولد. بس هي بترايش شبعة كافل اه يعني بترايش او بتطفي ترايش. هتددي الحت دي يعني اللي هيقول له اللي هي ترايش وتطفي دي. اه بتفتح وتقفل. بتفتح تقفل. وبتستنى في النوات. لو اصغر دي بقى مش هتنور خالص يعني. اه هتفضل ما تفية قدامك. طميم مش. طميم. ماشي عندنا بقى اوديو سنسور. عايزين مايك يعني من الاخر. المايك ده بيعمل ايه? بيحول الصوت اللي انت بتتكلمه كفولت يعني. فانا ممكن امسك الفولت ده برضو واتحكم. اقول لما الصوت يبقى عالي. اعمل اي حاجة بقى الصوت يبقى واطي. شوف انت عايز تعمل ايه? يعني مسلا حد فاكر معلينة معلينة. هنا بيعمل ايه بقى? في الاول خالص? لا احنا عايزين ندع الكوب من هنا كده. بيعمل ايه? عنده الري بياخد فيها بتاع المايك. تمام كده? ماشي. انا باخد اه عند يعني باخد الريا عند لحظة معينة. مبدئيا انا لو باتكلم كده هون. فانا صوتي مسلا بيبقى عامل كده مسلا. سيب يعمل كده. اكيد مش هرجع تاني كده انا الموز فلا. فانا عند كل لحظة باخد الريا. باخد الريا هنا مسلا وهنا 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 وهنا. هاخد بقى كم الريا? هاخد مية تمانية وعشرين الريا مسلا. فهاخد الحتة دي. حلو كده? فانا لو خدت الحتة دي. انا كده صوتي عالي ولا واطي. معرفش. هجيب ما بينه. والأفريج ده لو كان كبير يبقى انا صوتي عالي. لكن لو كان قرير يبقى انا صوتي واطي. اصلا ما ينفعش اخد نقطة واحدة مسلا واقول ان النقطة دي هي صوتي. لأ يعني انا مسلا لو عامل كده النقطة دي صغيرة هي بس انا عامل كده. انا كده صوتي عالي. لو خدت النقطة دي بس هبقى انا صوتي واطي. فليازم اخد ما بين كم سامبل حلوين. هو اخد مسلا السامبل زبته مية تمانية وعشرين سامبل وهجيب الافريج دي ما بينه. تماني. هو عمل ايه بقى? السطر ده بيقول لك اندكس اقوى اندكس بلاس ون في المية ان سامبلز. ايه بقى الحوار ده? هو عايز الاندكس بتاعه يعني عايز اول مرة يبقى سامبلز. اوف زيرو. ماشي? بعد كده يبقى سامبل اوف واحد. بعد كده سامبل اوف اتنين. وهكذا. ماشي. طب لما يوصل بقى لسامبل مية سبعة وعشرين. عايز يعمل ايه? عايز يرجع تاني لسامبل اوف زيرو. عشان يبدع القرية من اول جديد. طب ماشي ممكن يعملها ازاي? ممكن ببساطة يقول له ايف الاندكس اقوى مية سبعة وعشرين اقوى زيرو. حد مش حد شفاهم حتة دي? لما تيجي عند مية سبعة وعشرين خليلي يقونتك بزيرو عشان تبدأ تاني وتزيد. حد فاهم حدش فاهم ايه حاجة? تمام. يعني مسلا انا كنت اعمل حاجة اف اي. فخليها اي بلاس بلاس. بعد كده اقول له لو انا اي بتاعتي اكبر من مية سبعة وعشرين او مية ستة وعشرين بقى. خليلي اي بتاعتي تبقى ايكوى زيرو عشان يبدأ لف من الاول وجديد. ماشي ده شغال. الدكتور بقى عمل ايه? الدكتور قال اي ايكوى اي بلاس ون في المية ان سامبل. تعني اكتبقى بس الاول اي ايكوى اي بلاس ون في المية ان سامبل. ماشي مين بقى ان سامبل ده? ان سامبل ده هو معرفه فوق ان هو على يعني ايه? بص نفترض مسلا ان الانتجر مسحته اربعة ماشي? هو بيفرق من وكده احنا نفترض ان هو باربعة. ماشي. انا لو عندي ستتاشر سامبل مسلا. فالصايز بتاعهم قد ايه? يعني لو قلت سايز اف سامبل هيقول لي ان هو ستاشر. انا عندي ستاشر سامبل فهما ستاشر. فحجموهم فاربعة بايت يعني. فالاجابة بتاعتي تبقى ستاشر فاربعة. طب انا دلوقتي عايز عددهم. يعني انا عايز الستاشر دي. فعمل ايه? اقسم على الاربعة. فانا ببسطة هقول له السايز اف سامبل على السايز اف انتجر. ليه? اسمت على انتجر? عشان القريب بتاعنا هو انتجر. بس كده. فان سامبل دي عدد السامبلز. حلو. يعني اخر ان سامبلز دي بمية سبعة وعشرين يعني. ماشي. هو بقى بيعمل ايه? اي لما هتبقى بواحد. فانا هبقى بواحد. الاي اتسابق ايه? واحد. بلص واحد. يعني باتنين. ما لها? في المية مع مية سبعة وعشرين. سوري مية ثمانية وعشرين. ماشي. حد يعرف بقى السطر ده معناها كم? اتنين في المية مية ثمانية وعشرين دي معناها ايه? وده بيقسم تقريبا عليه وبيشوف في ريمويندر قبلة اولا. بالزبط بالزبط. فالريمويندر بقى بتاعي يطلع بكام? كده هم بتاعيت اسمه على بعض ومشبه في ريمويندر. ايه بالزبط. بس هم مش هيتقسمه على بعض. انا بقى سبب اتنين على مية ثمانية وعشرين. اه لا 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 اكلهة ايبار ريمويندر بواحد عيبا في ريمويندر. لا الريمويندر هيبقى بزيره. ايه ايه الريمويندر هيبقى باتنين. سوري سوري سوري. بصو لا. انا عندي مية تمانية وعشرين تمام? ايه. انا لو واحد هيبقى بقى اسمتي واحد. طبعنا لو اتنين. هيبقى تسيبع اسمتي اتنين. طيب لو ده ثلاثة هيبقى اسمتي ثلاثة. فانا هفضل ماشي كده لغاية ما يجي عند مية سبعة وعشرين. يبقى بقى اسمتي مية سبعة وعشرين. طيب اول ما اوصل بقى مية Theresa سميتي كامل? ليه بقى اسمتي كامل وبقى مية ثمانية عشرين على مية ثمانية وعشرين? واحد. آآ صفر. صفر. فانا ايه بقى? لجيعت للسفر هم. فخلاص الاي بقت بزيرو وهتبدأ تعد تاني لغاية ما توصل مية سبعة وعشرين بعد كده توصل لزيرو تاني. يعني هو بدل الحركة دي احنا عملناها هنا بحوار المودرس ده بتاع اخلص هنا لا مش عايز باكر باكر والله ماشي فهو بقى بيعمل ايه هنا بياخد السامبلز بتاعته بياخد فيها عينات من الصوت بعدين الحركة دي عشان يضمن انهو ما بين زيرو ومية سبعة وعشرين تمام عرف بقى هو فاريبل سماء افريدج وخلا بزيرو عشان يستخدمه يعني وعد كده بيعمل بقى فورلوب بيعمل ايه في الفورلوب دي بياخد ده بيحط فيه القيم بتاعت السامبلز يعني مثلا لو عندي اتنين وتلاتة وخمستاشر وستاشر وهكزا هو بيقول افريدج اكوال سامبلز بلاس يعني افريدج اكوال افريدج بلاس سامبل فهي اول مرة تبقى زيرو بلاس اول قيمة بعد كده القيمة بلاس طريق قيمة بعد كده قيمتين مع بعض بلاس طريق قيمة فعني السطر ده باخد فيه المجموع بتاع الحاجة بتاعتي كلها بتاع السامبلز بتاعتي كلها بعدين عشان اجيب بقسم على عددهم فبقول افريدج اكوال افريدج اوفر ان سامبلز يعني الطريقة دي نفس الطريقة دي يعني دي معناها افريدج اكوال افريدج اوفر ان سامبلز بعدين هنا بشوف الابريدج بتاعي لو هو اكبر من خمسمية واتناشر انا برضو ده السريشولد بتاعي اللي انا فرضي لو هو اكبر هنور لامبة لو هو اصغر هطفي لامبة وانا كنا لو سوتي عالي اللامبة هتنور لو سوتي هطفي اللامبة هتدفي هدى عندي اي سؤال نفس الحوار ده سهل بقى ده برضو يعني بحط له هواي ولو وجراويند يعني ماشي وباخد الاوتبوت بتاعي ماشي هو قالي في الداتا شيت يعني مكتوب ان مكتوب كده هوا عشرة ميلي فولت بير سليزيوس يعني انا كل عشرة سليزيوس بيجو لي في واحد ميلي فولت صح؟ فانا هبدائيا الا الالاء بتاعتي بتجيلي من زيلو الالف ثلاثة وعشرين فانا مش عايز الكلام ده فانا هقسم على الف ثلاثة وعشرين ماشي انا كده قسمتها لالف ثلاثة وعشرين الحاجة هتجيلي بايه بالفولت انا عايزها بايه بالملي فولت صح؟ فهروح تضرب في الف يعني الف تلاثة وعشرين دي حولتني للفولت بعد كده هضرب الفولت في الف عشان ابقى ملي فولت. ماشي. نايس ايه? دول بيعبروا عن عشر درجات حرارة. فانا لو عايز درجة الحرارة الواحدة. هقسم عن عشر. بس. حد عنده اي صعوبة في التحويلة دي? ايه. هو هنا بيقول خد الانالوج انبوت بتاعه في حاجة اسمها باريابول. بعد كده بيطبعه. هو عايز بقعه حر. بعدين بيقول ان الملي فولت بيساوي على الف تلاتة وعشرين في خمس تلاف. احنا قلنا هنا ايه? احنا قلنا عشان نضرب في ده. بنقسم على الف تلاتة وعشرين. بعد كده بنضرب في خمسة. اللي هما الخمسة فولت. انا نسيتها انا ازا. فبندرب في الخمسة عشان بوصله للفولت. بعد كده بضرب في الف عشان نوصله للملي فولت. وبيقسم على ده. بعدين بقى لو عايز السليزيوس فانا هجيب الرقم ده واقسمه على عشرة. بس بعد كده بطبع بقوله السليزيوس ديجري سليزيوس. يعني مسلا هيقوله عشرة. اه دي. ودي كلمة يعني ديجري. بعد كده هو بقى اخد الحاجة مش عارف ضربها في تسعة وقسمها على خمسة بلاس تراتة عشرين عشان هيحولها للفهرنهايد يولا شاية تسمع ايه. بس كده. فهو يعني البرنامج ده كل اللي بيعملو انه هو بياخد الالية ويقولك درجة الحرارة كان. بابا. طب بعد اذنك خلاصس يا بابا. والله باكوا اه. شبعان والله هنا ما خلص عملك. لا مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز. اه اه انا لسه باكل الله. انت ميوتيد اشوها. احد فهيت. اه 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 اشفح انت او امر. اه 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 سريك انت اكلم بابا بس. ماشي. احنا دلوقتي وردو خدنا سنسورز بتتعامل بطريقة مختلفة. ده بقى بيتعامل مش بفولت. ولا الفاك كله كان بتعامل بالفولت صح? يعني ايا كانت الطريقة اللي احنا بنستخدمها بصور في الاخر بيرجع لي فولت. او بحس بطايم. او في الاخر برضو بحس بطايم بناءا عن الفولت. ده بقى بيشتغل بالسيريال كوميونيكيشن. يعني السنسور ده اللي هو حد عارف الكارتة بتاعت الاسنسير. مش احنا بنحط اه كوين كده. فبيفتح الكارتة صح? فايه? الكارتة دي باجوها رقم ما. فالرقم ده انا بقى بكتب في البرنامج بتاع الاردونيو بتاعي. لو الرقم بيساوي الرقم افتح الباد او طلع الاسنسير. هي دي الفكرة. فانا مش مفيش فولت في الموضوع. يعني انا مش ماسك بطارية في ايدي هقربها. لأ انا باخد كلام. ففي سيريال كوميونيكيشن بيحصل. يعني ده اصلا يعني يعتبر تاني بيكلمني. يعني ده اكده اردوينو صغير جوه كده. بيكلمني بيقول لي الرقم كزا كزا. فانا باخد الرقم بقى في الاردوينو الكبير بتاعي. واقارنه باي حاجة. ماشي. في اسمها نيو سوفت سيريال. هو بتحط لها تي اكس وار اكس جداية صح? بس ما تحطهمش في زيرو وان. دول بتاعي السيريال كوميونيكيشن بتاعتك. حطهم في اي حاجة الا الزيرو والوان. فانا ممكن مسلا اختار اتنين وتلاتة ان اتنين تبقى ار اكس وتلاتة تبقى تي اكس. هو حد مسقط الكنسيبتة قبل لما اقول الكود. معلش هاشي فقول دي كده تاني معلش. تمام. انا بقول دلوقتي انا مش هاخد فولت. انا هاخد كلام. لو في شيت وان احنا كنا بنفتح ومسلا اكتب على الكيبورد ايه. فانا كان بيجيلي في الاردوينو وببقى عارف ان انا لو قلت سيريال دوت ريد. اعتبر ان دي سيريال دوت ريد اشاف قليل الكاتب ده. هتبقى ايه? فانا باخد كلام مش باخد فولت. فنفس الحوار البتاع دي هتبعط لي كلام. فانا محتاج لها تي اكس وار اكس. زي ما انا كنت محتاج تي اكس وار اكس. بس هو قال لي تي اكس وار اكس دول يعني خليهم خلاص انت بتشتغل بهم. اشتغل في اي حاجة مع عدد زيرو والوان. فانا من عندي مثلا هسمي التانية والتالتة. عادي ممكن اخد التمنى والتراتة وشر براحتي. بس انا خدت التانية والتالتة التانية تبقى ار اكس. والتالتة تبقى تي اكس. تمام? بعد كده باخد يعني ايه باخد يعني يعني دي فانا عايز استخدمها. فانا بقول له هستخدمها في حاجة اسمها يعني مش احنا هناك كنا بنكتب سيريال دوت بجين سيريال كده اللي هو وكده. لا انا عايز بقى بدل سيريال دي تبقى فهو ده يعني انا هاخدها حاجة اسمها هتديها التي اكس وهتديها الار اكس بالترتيب كده. بعد كده اكتب هنا ايه بقى دوت بجين وهتديها عادي تسعة تراف ستمية بتوانا. هنا بيعمل ايه? بيقول لك لو في حاجة موجودة مش الكارتة دي تبعتلي ار كوم لو في ار كوم معمولة اكتبها اقراها. بعدين عملت ايه هنا بقى? كتبتها تاني. يعني انا مسلا لو جالي ايه? هاخد الايه? اقراها بعد كده اكتبها تاني. والكوت ده في غلطة. يا رب حد يعرفه. هافره. تبقول اني سطر طيب عشان اه. اه اللي هم صبر عليه ده. السطرين دول فيهم غلطة. انا ما بقعتش ما بقعتش اه بلا عوالك. سيريال بجين ده. هو هنا في نيو سيريال دوت بجين. ناشتا بقى انا هدي هنت كده. احنا هنا قلينا الاراية من الكارتة صح? بعد كده كتبناهم تاني. بعدناها. لاحظة هي ايه بايت دي ما عشان. اه تمام. اه بايت دي ظني عنها يعني اصلا انت ممكن يجيلك ارقام زير واحد اه بي سي. انت مش عارف الا هيجيلك. فازن ان بايت دي يعني تنفع كاي نوع يعني. يعني انت عندك بايت ملال انت عايزه. هو ده اللي انا فهمته يعني. تمام ماشي. تمام. ماشي احنا قلنا هنا اخدنا الاراية بسيريال دوت ريد. بعد كده طبعنا الاراية. احنا اخدنا الاراية من الكارتة. هكتبها على ايه بقى? يعني مسلا جالي ايه من الكارتة? هظهر الايه دي على ايه? اه الستين دول الاخرين غلط تقريبا. اه بزرط. ازاي هكتب على الكارتة تاني? اه الكارتة دي اه حاجة مدياني اموت. اه اديها الاموت تاني بتاعها يعني اللي هو اه هي مش فاهمة فاهم? فاحنا ايه الصح بتاعها? ان اه دي سيريال نيو سيريال دوت بجين. وفوق نشغل بقى السيريال بتاعنا كمان اللي هو سيريال دوت بجين. بعد كده ميجي هنا بده ميقول نيو سيريال دوت برينت لاين? لا نخليها سيريال دوت برينت لاين. فالقرية هنا بقى هتظهر لنا فين? لما اكتب سيريال دوت برينت لاين? اه بالزبط. اه بالزبط. طب هو ايه اصلا الفنر ابن سيريال لوحده نيو سيريال يعني. ماشي نيو سيريال ده كده. ده الكارتة بتاعتي بتاعت الاسمسير اللي هي مسلا متخزن جواها واحد تراتة بي سبعة. ماشي. ماشي? انا خدت الواحد ده وعايز اطبعه. اروح اطبعه على الكارتة يعني ايه? يعني ايه اصلا اطبعه على الكارتة. انا رات اطبعه اشوفه. فهاتبعه على فحاجة هنا اعرف اللي يعني هي سيريال دوت بجين واكتبعه على ان هي تطبعه على الرقم ده. طب معنا ليه في الاول لما كنت في الشابتر الاولاني كنت بكتبعه دي سيريال دوت بجين بس وبعد كده بيظهر لي الحاجات برضو عادي. ماشي انت ده انت قدامك بتشوف عليها الرقم. يعني انت بتكتب سيريال دوت بجين تلاتة فبتشوف التلاتة قدامك. لك انت ازاي هتشوف التلاتة بتاعتك على الكارتة دي حيطة بلاستيكا. اه فبحطت بقى نيو سيريال دي. اه بالزبط. اه ايه? نيو سيريال دي الكارتة اللي هي البلاستيكا. فانت محتاج معاها حاجة تشوف القرية. اه تماما. تماما. ماشي. هنا احنا كنا بناخد الرقم ونتبعه على طول. هنا بقى احنا ناخد الكلمة يعني انا كنت قلت مسلا التخيل اللي انا عندي واحد تلاتة بي سبعة. وانا عندي وانا بكتبه. ما لانتم ايه? عندي واحد تلاتة دي سبعة. ايه كانت بي. ماشي. عايز الرقم ده اخده في سترينج. فعمل ايه? عادي بقى هعرف السيريال دوت بجين. وانا هنا سميته ار اف اي دي. انا حر عادي. دوت بجين. بعد كده هعمل هنا. مسج سترينج. يعني اسمه مسج. عشان اخد في الحاجة بتاعتي الكلام بتاعي. فهقول لو ار اف اي دوت افلبل لو في حاجة في اه لو في معلومة يعني ايه? خلي اللي مسج بتاعتي تبقى هي الريد ده. وخلي بالكو هنا يعني اول مرة مسلا مسيج هتيجي هي بزيرو مسلا سين هي بزيرو. فهتيجي هتبقى زيرو بلاس واحد فهتبقى واحد. بعد كده هاجي هبقى واحد بلاس تلاتة مش باربعة. انا بجمع فواحد بلاس تلاتة اكوال تلاتاشر عادي. بعد كده مرة الجاية هتبقى واحد بلاس دي. بعد كده بلاس سبن بس. وفي الاخر لما خلص دي كلها اطبع بقى المسيجي بتاعتي. اللي هتديني واحد دي واحد تلاتة دي سبعة. حد مسقط حاجة. بس احنا خدنا لغاية هنا في المحاضرة المحاضرة قبل الاخيرة وصلنا لغاية هنا وقفنا يعني. اللي بعديها المفروض ان هي ان شاء الله مش تخش في المد. رغم ان هي كان فيها حاجات يعني لدات وكده يعني مش محتاجة ان هي محاضرة يعني هي فكرة عادي ممكن الدكتور ممكن يجيبها. فانا مش عارف نقولها ولا ايه? يعني مسلا بينوها لدات بطريقة معينة. اللي هو انا مش محتاج من لك تكون شوفت المحاضرة دي فكرة. مش معلومة جديدة. عموما يعني تعالوا بس انا اخب بريك كده. طب بسم الله. يعني اتكلم دلوقتي على كونسة مهم ان شاء الله. وباحتمل يجي في الامتحان. ليه? عشان الدكتور كان شرحه في المحاضرة الخمسة. وقال مهم نبقى فاهمينه كويس وكده. بعد كده جي في المحاضرة الستة شرحه تاني. وقال على فكرة ممكن اسأل عنه في الامتحان. يعني هو كان ممكن يجيبه الامتحان ليتن. انا مش متخيل ممكن يسأل فيه ازاي وهو امسكيو. بس يعني انا حاس ان الدكتور عايز يجيبه. فالمهم يعني اه مبدئيا كده يعني خلينا نفكر واحنا عندنا سنسور. لو مسلا السنسور ده. اه مسلا ده في. واحنا هو سنسور مسلا بقيسة ديستانس تمام? لو السنسور كان جايلي بدا تشريد بتاعته ان دي مسلا العلاقة. ان ده مسلا ستريت لاين كده جميل. ده واحد وده واحد. اعتبره ده تريانجل يعني. ماشي. ده ما كانش فيه مشاكل. ده الفولت اللي هيجيلي لينيار مع الديستانس. يعني انا بكل بساطة مسلا كنت ممكن اعمل الفريابول اسميه زد مسلا. واقول ان زد اكوال بتاعت البنية ان هي مسلا زيرو. تمام? فانا كده اه هيرجع لي قيمة من زيرو الف تلاتة وعشرين. فانا هقسم على الف تلاتة وعشرين. يبقى انا كده عملت لها من زيرو الون بعد كده اضرب في خمسة. يبقى انا كده عملت لها من زيرو لخمسة فولت. فخلص زد دي بقت الفولت بتاعي. صح? صح? ماشي. طب انا بقى عايز الديستانس. عايدي كممكن مسلا اعمل في ديستانس. واقول ان هو بيساوي ايه? احنا مش احنا عارفين من سي مسلا ان دي واحد ماشي? ايه هنقول ان كده دي اكوال دي بلاس وان. ماشي فانا ممكن اخلاص اجي هنا وعرف ان دي اكوال دي ماينس وان. صح كده? فانا كده خلاص عرفت اجيب الا ديستانس بتاعتي من السنسور على طول. طب تمام. ده بي يعني. بس المشكلة في ايه بقى? مشكلة ان مش كل السنسورز هتلاقي العلاقة بينها كده. فيه ممكن يديك الكيرف كده. ماشي? ويروح عامل لك كيرف كده. وبس خلاص. يعني هو ده كيرف. طب الكيرف ده معادلته ايه? مسلا ده اكس سكوير ولا اكس باور فور ولا ايد لأ هو هو ده كيرف كده مالوش معادلة. طب اقوة ما اقولوش معادلة انا هكتب السطر ده ازاي? مش هاعرف صح? فانا متطلر عامل عشان اعرف افا احمي البرنامج. طب ماشي هعمل ممكن نعمل كده مسلا. لأ اه ده مسوش ده كده بحك يعني القيمة دي مسلا في الاكس مش هي هي القيمة دي خالص. يعني ده ارور ارور مميت. يعني اكيد اكيد مش هعمل كده. طب ايه الحل? الحل في حاجة اسمها انتربوليشن. ايه الانتربوليشن? انا بدل مكتب في الكودة عندي كل واحدة الواي بتاعتها بكام? والاكس بتاعتها بكام? لا. انا يعني هقسم الكيرف بتاعي العدد نقط معين. حاول اكتر على قد مقدر. هبقى اكتر. يعني مسلا هاخد نقطة هنا وهاخد 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 نقطة هنا وهكزي. طب تمام انا اخدت النقطة دي. لو جات لي حاجة فنصها بقى هعمل ايه? وانا لو جيت بين النقطة والنقطة واعتبرت ان ده كده. ده دلوقتي مقبول ولا لا? هو اصلا يعتبر لوحده. فهو خلاص مقبول جدا. فانا اقدر دلوقتي اعتبر ان كل حاجة بينهم طب تمام ده كلام جميل. طب دلوقتي مسلا النقطة دي ساي ان دي هنا. ودي هنا. دي مسلا واي تو. ودي واي وان. ودي اكس تو. ودي اكس وان. ودي اكس تو. ماشي. انا بقى لوقات اللي هي قيمة هنا اللي هي واي و اكس. اعرف احسبها دلوقتي او اعرف احسبها. مش ده اقدر احسب السلوب صلح? السلوب اللي هو واي تو ماينص واي وان. اوفر اكس تو ماينص اكس اون. ماشي انا معي واي تو واي 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 اكس او اكس اون. انا بقى مسلا النقطة ده مسلا في وده دي ماشي ال في انا مسلا خلاص الاردوينو قال لي ان هو مسلا بكان الحتة هنا باتنين ومص مسلا فانا معي الواي ماشي اقدر احسب الاكس اه اقدر احسب الاكس هجيب اه نفس معادلة الاسلوب بس بين النقطة اللي انا مش عارفها ونقطة انا عارفها فهقول مسلا واي مينس واي وان اوبر اكس مينس اكس وان تمام كده انا معي الواي معي الواي اوى انا عايز مين عايز الاكس ماشي ممكن اجيب الاكس في الطرف لوحده يبقى اكس مينس اكس وان كلام ده بيساوي هيساوي يبقى يساوي واي وان ده هيروح تحت كده فهيبقى اوبر واي تو ماينس واي وان مضروب في اكس تو ماينس اكس وان جتنك كدر مضروبين في بعض الاكس عشان اوديها لوحدها هودي ده كده من ناحية التانية فهيبقى بلاس اكس وان فانا كده خلاص جبت ما بين الاكس وما بين ايه ما بين النقطة اللي قبلية واللي بعدية طب ده كلام جميع نكتبه ازاي بقى ممكن نيجي ببساطة هنا كده هو هنا عرف ومش عايز حد يتخضى عشان ده يعني عادي احنا ممكن كنا نعرف ونحط فيه مقيم الاكس والواي بس عادي لما نعملو فقريتو دي يعني حتى عشان ده مسلا اكينه اكس وان واي وان يعني الكلمة دراسي بتميك سنس اللي هو واي واي تو واي اكس تو واي تو كده فيعني هي هي نفس الفكرة الفكرة بس ان احنا روز وكلوم يعني مسلا ده في ايه في الرو التاني في الكولوم الاولاني فهيبقى مسلا زيرو وان اا رو يبقى يبقى وان وزيرو طبعا ما حدش تخضر تو قرية عادي اوكي فانا هاجي هحط الداتا بتاعتي في تو دي قرية كده بعدين بعدين هاجي هنا ببساطة اتشك على كنديشن كده ايه كنديشن ده الاول هعمل اا هعمل فور لوب الف على الداتا بتاعتي يعني هعمل من اول اي بزيرو لغاية الاي اصغر من تمام هو انا مش مجمع الوقت دي بس يعني خلينا في خلينا في المهم دي بقى اصغر يعني انا مسلا دول لو عشرة فانا هالف من زيرو لتسعة صح كده فانا يعني لما اقول اصغر من عشرة يبقى انا هالف في مزيرو لتسعة يبقى انا هالف على الاري كله بعد كده هتشك على كنديشن ايه بقى الكونديشن هشوف الواي بتاعتي ان هي اكبر من اللي قبلية واصغر من اللي بعدية يعني ايه يعني انا لو عندي اي نقطة في الكيرف كده ماشي انا عايز اكرنها انا عايز اعمل هنا فانا النقطة لو هنا فانا عايز اعرف ان انا اصغر اكبر من ده واصغر من ده فلو لقيت الشرط ده تحقق فخلاص يبقى هما دول النقطتين اللي انا هعمل بينهم فانا خلاص من السطر ده كده اتأكدت ان انا بين النقطتين دول فعلا هعمل ايه بقى بس انا عايز النقطة اللي قبلية ولا بعدية فهقول هسبت الكولوم بواحد يعني انا خلاص انا ضمنت ان انا هنا ان انا عند الواي مش مش ده كولوم زيرو ده كولوم واحد فيهم كلهم فانا لما ثبت الكولوم بواحد يبقى انا خلاص ناحية الواي فانا حط الواي اه بواحد بعد كده بقى الاي اللي تلاعيتلي في دي هي اللي انا هخليها تبقى اه هي بتاعتي يعني لو كنت في ثلاث مرة مسلا يبقى خلاص يبقى الواي بتاعتي هي واي تلاتة مع مع واحد يعني ثالث رو مع اول كولوم مع تاني كده كده وواي وان بقى دي اللي بعدية اللي انا كنت اصغر منها فاقول اي بلاس وان طب والاكس الاكس بقى هخلي ده بزيرو يعني ال اكس الناحية دي فهاخلي ده بزيرو ونفس الحوار برضو اي ولاي بلاس وان تمام انا خلاص كده معي واي تو واي وان واي اكس تو ليس اكس وان هريترن ايه هريترن الفورميلا اللي احنا لسه كتبينها من شوية بس كده فانا ممكن تحت بقى يعني دي كانت فونكشن يعني مثلا بينها اا لينير انتربوليشن. فاجي بقى في بتاعتي هعمل ايه? انا مسلا عندي او بويند فور فور. فين او بويند فور فور? ما بين دو ده. هي مش معي. فانا عايزة اعرف هي يعني كانتها تبقى كام. يعني انا عايزة اعرف دي كانت الاكس بتاعتها تبقى بكام. فهاجي هنا كده. وهقول له اا اكس اكول انتربوليشن دي اللي هي الفونكشن دي انا لسا عملها. هديها الاكس وهديها الاري. وهي بقى هتروح هتروح تحسب الرقم وتريتريني للرقم بتاعي. يبقى انا خلاص هعرف اجيب الاكس بتاعتي بسهولة من الفونكشن دي. يعني ده بقى اللي هو يعني ده عندنا هيبقى ايه? هيبقى الفولت اللي جايه لمن السنسور. ده هو بقى القيمة اللي انا عايزة عرفها اللي هي الديستنس. تمام? يعني دي في حالة يعني اللي احنا اصلا بنشرحه ولا انا مقلتش ان احنا بنشرحه. يعني الحوار ده كله كان عال عشان هو الكلب بتاعه ما كانش لينير. طب تمام. اه في حاجة يعني انا حاليا بصراحة لسه مش فتأكد منها بس المعيد كان قالها وانا ما فهمتهاش عشان هو قال قال احنا هنا عملنا ايه? قلنا اصغر من على كان قال تقريبا يعني احنا مش عارف لما بنبعت الري بنبعت فاحنا ما بنحسبش عشان مش هنعرف تقريبا فاحنا بنحسب برا وبنبعته مع الفونكشن. فيعني احنا ممكن نعمل زي المعيدة عشان يعني لغاية مفهامها يعني ممكن نشرحها بعد كده بس يعني فين السطر بدل ما انا بقول اي اصغر من على انا دي المفروض ان انا اه شرحت معناها ايا دي اللي هما كان واحد وايه انا بعرف بس انا انتجر ولا فلوت فيعني دي هتاخد مسلا لو انا انتجر هتاخد اللي هو باربعة مسلا وانا هنا لو اربعة في ستاشر زي ما قلنا يبقى هقسم الاربعة تروح مع الاربعة يبقى الستاشر المهم يعني السطر ده هناخده في الكود بتاعنا هنا ونسميه مسلا ان حلو وان ده بقى هيبقى برامتر مبعوط مع الفونكشن يعني هنزود هنا برامتر اللي هو الان ونقول له من اي اصغر من ان يعني بدل ما نعمله جوار فونكشن هنعمله برا فونكشن من الاف. تمام? ده كلام جميل. بس الدكتور بقى كان عملها بطريقة تانية في الكود. دكتور كان عمل ايه? ام يعني عمل فونكشن ودها شوية بارامترز وبيتشيك هنا على الكنديشنين. اول كونديشن بيشوف بتاعته اللي هو عايز يعمل لها بريديجت. اه سوري الاكس دي اللي هي جياله فهو عايز اه عايز يحسب الواي بتاعيتها يعني. فبيشوف هل هي اكبر من اكس ستارت بلاس اكس ستيب في 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 الان يعني ايه الكلام ده? يعني بصوا هو الدكتور مبدئيا قسم الكرفي بتاعه قال انا هاخد النقط بتاعتي كل فترة معينة. ايه الفترة دي? هسميها اكس ستيب. ايه ده اللي هي حصلها? هسميها اكس ستيب. حلو كده? حلو كده. فهو هنا قال انا اكبر من اكس ستارت بلاس ان اكس ستيب. اكس ستارت دي مسلا نسيه ان هي هنا. لو انا اكبر من اكس ستارت بلاس اكس ستيب في عدد النقط يعني لو عندي سبع نقط. ولا اي حاجة. وانا اكبر منهم يبقى انا خلاص خرجت برا الكرف. تفاهمين حاجة? يعني انا دي استباية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة. فانا لو اكبر من القيمة دي بلاس اللي استباية في الخمسة. يبقى انا خرجت برا الكرف صح? طب انا خرجت برا الكرف هعمل ايه? اخر قيمة انا واخدها. يعني انا خلاص اي جيت اخر قيمة هنا مسلا كبه الف. لقيت واحد اصلا عايز قيمة بعد الالف. وانا مش عارفة. فهتديره الالف وخلاص. يعني ده يعني. طب انا عمل برضو نفس الحوار لو انا بقى اصغر من يعني بتاعت بداية الكرف دي اللي هي مسلا هي مسلا مية مسلا. لو انا اصغر منها هتديره مية وخلاص. تمام? فهو عمل اتنين في الاول بيتشك يعني عشان يرجع الحاجات دي. بعد كده بقى اجيه هنا اعمل ايه في الترسلطور دوري? حسب الاندكس. يعني ايه الاندكس? الاندكس اللي هو الترتيب. يعني اه انا هنا ما بيني وبين اول واحدة ده كده اندكس زيلا. ما بيني وبين تاني واحدة ده كده اندكس وان. ما بيني وهكذا. طب حسب ها ازاي? عادي. اه حسب اكس فاليو مينوس اكس على اكس ستد. فا اكس ام اكس فاليو دي مسلا اللي هي هنا. ماشي? هو هي هيقسمها على مين? على اكس ستارت. فمسلا ساييني دي مية ودي مية وخمسين. وانا الاستب بتاعتي بمتنو خمسين مسلا. فهو هيقسم خمسين اللي هي مية وخمسين نقص مية هيقسم خمسين على متنو خمسين. فحيطلع له خمس مسلا. صح? خمس ده هو هنا واخد الاندكس في انتبر. فالخمس ده هيبقى زيبه. ففعلا انا هنا زيبه. ونفس الحوار برضو هنا لو انا مسلا بين الخمس بين المتنو خمسين والخمسمية وجالي تلتمية فهشيل تلتمية ناقص اه يعني هتطلع واحد وهنا هتطلع اطنين فعني دي هنا وفاليد بكل حتة. طب تمام هو هنا حسب الاندكس. هيعملي بقى بالاندكس. هي هيحسب حاجة اسمه ايه الفراكشن ده? قل لك الفراكشن ده هو اكس فاليو ماينوس. الاندكس ده في الاكس ستب ماينوس اكس ستارت على اكس ستب. يعني ايه? اه خلينا نرسمها هنا. هنا مسلا برضو دي اكس فاليو بتاعتي. فاكس فاليو دي انا همينوس منها يعني همينوس منها اللي ورايا. يعني انا مسلا مسلا لو انا هنا كنت ماتين وخمسين. ودي تلتمية. ماشي? لا بلاش ماتين وخمسة. خلينا كنت ستة مية معلش. فانا الستة مية هشيل منها ايه? هشيل منها واحد الاندكس عندي الاب واحد. مضروف في اكس ستب يعني الخمسمية دي. معلش تخلي ايه ربعمية? انا اف. انا اف. خلي ربعمية. الربعمية دي هشيل منها مية وخمسين. فهيتبقى لي كم? هيتبقى لي مية وخمسين. حلو كده? فتبقى لي مية وخمسين. هروح اشيل منهم اكس ستارت اللي انا بدق بيها. فلما شيل منهم اكس ستارت اللي انا بدق بيها. يعني هو في الاخر بالسطر ده بيحسب التغير اللي حصل في الاكس. يعني هي الاكس بتاعته اه هنا مثلا بتاعتها ماشي. هنا هنا هو بيعمل شنيه. دي ودي اكس ستارت. فهو بيمينس الاكس ستارت من الاكس فاليو. بعد كده بيمينس الحتة دي كده. ايه بقى الحتة دي? اللي هي اللي استدبات كلها. ليه? عشان يتبقلوا الحتة دي. الحتة دي التغير يعني اللي حصل. يعني عايز تشوف هو بعيد قد ايه ما بين النقطة والنقطة. يعني انا مسلا لو اه انا لو خمسين ورايح للمية. انا لو لو سبعين هنا. فانا عايز احسب الريشو بتاعتي ان هي ان انا بعيد تلاتين يعني. وهياخد نفس البعد ده. هيعود بيه ان هو الفرق بين يعني هيقول ان اا ان انا لو انا هنا واي. دي واي بتاعتي تمام? والواي التانية اللي هي هنا مسلا. فانا هعمل واي مينوس الحتة يعني سبعيني واي اندكس ماينوس واي وان ندير هي الحتة دي كلها. فانا هاخد الواي بتاعتي هشيل منها الحتة دي كلها مضروبة في الفراكشن اللي انا لاستحاس بفوق. يعني التغير اللي حصل في الاكس هو هو اللي حصل في الواي عشان انا ايه? عشان لنير. فالتغير اللي حصل في اكس هو هو اللي حصل في الواي فهشيله منه تاني. بس بنعمل واي ومينوس واي من عشان اخد الحتة دي يعني. يعني هناخد الحتة دي وندربها في نفس التغير. بس يعني تاني وعليش تاني. اه خلينا ننشي الارضة. انا هنا واي ودي واي تو مسلا. فالحتة دي اسمها ايه? الحتة دي اسمها واي مينوس واي تو. صح? صح. طبعا لو القيمة بتاعتي هنا مسلا. حلو? اللي هي زد مسلا. فزد بتساوي مبدئيا انا بساوي واي. صح? انا اكني بساوي هنا. فبساوي واي. واي مينوس هل هنقص الحتة دي كلها? لأ مش هنقص الحتة دي كلها. هنقص الحتة دي مضروبة في الفراكشن. هنقص واي مينوس واي تو مضروبة في ريشيو معينة اللي هي ريشيو ما بين دي ودي. اللي انا حسبتها من الاكس. اللي هي برضو في الاكس قلت الريشيو ما بين دي ودي. لا يعني لا. واحنا بنحصل كده احنا عملنا نفس الحركة هنا. فالريشيو اللي انا حسبتها من شوية هضربها في الحتة دي. ومينوسها من الواي اللي هنا يبقى انا خلاص حسبت الحتة اللي هنا اللي هي الالاية بتاعتي. بس الكلام ده يبقى انا كده جبت الالاية بتاعتي. ممكن نعدي عقود سريعا هو حطي بتاعته برضو في انتجر. اه سريعا في الري. بعد كده قال ان هو هيبدأ من متن وخمسين وهيبعد كل مرة بمتن وخمسين. بعد كده اخد بتاعته في اه في السنسور ايه? في اسمه بعد كده درب في خمس تلاف واسم على الف تلاتة وعشرين. هو اه تمام هو كده حسب بملي فولت. بيقول هو خمس تلاف بتساوي خمسة فولت. ايا كان يعني. بعد كده هنا بتاعته وادها بقى البرامتر زي اللي هو كان حضيتها هنا. اللي هو اكس فاليو دي هنا هتبقى الفولت. هو اصلا يعني مفروض ان السؤال ده عاكس الواي مع الاكس بس يعني لو مش مش بتاكد المسال ده مزبوط ولا لا اه بس هي دي الفكرة بتاعت بتاعت الفونكشن يعني. ايه هو كان حاطت الفولت المفروض محطوط هنا على الواي اكسس فين? الفولت حاطت على الواي اكسس. هو هنا كان نسميه اكس فاليو. بس انا مزمنش ان هي هتفرق اه لو عكس الواي مع الاكس فعادي يعني هو ممكن يعتبر ان الفولت كله اكسات والاا والاا والديستانس هو يوط. بس وبعت الصيز اهو زي المعيد ما قال بعت الصيز لوحدة. ما حسبوش جوه. فين? ما حسبش الصيز هنا. هو بعت الصيز ان هو صيز اوف دي على صيز اوف بقى. واستخدم بقى الصيز اه هو كان مستخدم الصيز هنا ليه? هو عايز الصيز ليه اصلي? اوه عشان الان الان فاليو مش هنا هنا قلنا في العدد فالعدد ده هو يعني الحكة دي كده هو ادهله بصهول على طول كرقم يعني. ولما اقسم ده على ده ده له مية مسلا. فهنا بقت مية. بس كده. طب قدرجات ثاني عشان حسب ان انا كروت الحتة دي. هو احنا في الاول خالص قلنا ان احنا حسبنا الاندكس عادي اللي هو يعني انا بجيب الحتة دي كده واقسمها على الاستباية الواحدة فانا كده بقى اجبت الاندكس اللي هو عددهم اللي هو زير واحدة اتين تركة افها كده. طبعا ده الاندكس عادي. اه مين بقى الفراكشن ده? الفراكشن ده هنلاقي ان هو جايب اكس باليو ده كده. ما مينس منه ايه? ماينس منه اكس يعني شايبينه وحتة دي. بعدين الوينس منو الاندكس في يعني شايل منو لو الحتة دي كده فهو شايب الن захتة دي كده كلها. فهو مين الى اتبقاله? اتبقاله الحتة الصغيرة دي كده. طب مين بقى الحتة دي هو عمل في ايه? اسمح على يعني هو في الاخر جاب ما بين دي ودا. دا كده التغير ли حصل في الاكس. هو بقى اعتبر ان التغاير اللي حصل في اكس هو هو اللي حصل في يعني هو اعتبر ان الحتة دي نفس ما بين دي ودي. فهو يعني لو دي بتاعته كده اللي هو عايز يحسبها فهو هيقول ان ايه هي 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 بس هيشيل منها ايه هيشيل منها الحتة دي. ماشي طب الحتة دي هيعبر عنها ازاي. هيقول ان الحتة دي هي دي كلها مضروبة في الرشيو. فلما اضرب دي. في الرشيو ما بين دي ودي هديزهر دي. يعني مسلا مسلا. الحتة دي لو بواحد ودي كلها باربعة. لما اضرب اربعة في تلاتة على اربعة او اه لما اضرب اربعة في واحد على اربعة اللي هي هي الحتة دي. فبس هو قال بقى ايه? اللي هي 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 دي. هيشيل منها ايه بقى? بتاعي مضروب في ده ده. الحتة دي بتساوي ايه? الحتة دي اللي انا عايزها لها الاربعة دي بتساوي واي زيرو ماينس واي ون. فهو اخد واي زيرو ماينس واي ون. دربهم في الفراكشن. يبقى هو كده اه خلاص كده تماما. اه في ايه بقى كنت عايز اقوله? الحتة دي اللي انا كنت قلت الخمسة والتبانين دي. هو الاسبيد اف ساوند مش تسع وعشرين سنتيمتر في السنة كم? بس الفورمولة دي صح. احنا وفروض قلنا الدي بيساوي في سبيد. حلو كده. التايم ده اللي هو بالس ان تمام? مين اللي سبيد بقى? اللي هي سورة الصوت اللي هي تلاتة اربعة تلاتة تقريبا. ميتر بير ساكند. حلو كده? انا عايز احاولها لسنتيميتر بير مايكرو ساكند. عشان بالس ان دي بترجع لي فيمايكرو ساكند. فان عايز اضرب المايكرو ساكند اللي هنا اللي هنا عشان تغيره بعضي يعني. فهدي هضربها الاول عشان تلاحها في سنتيميتر. هضربها في عشرة باور اتنين. بعد كده هضربها في عشرة باور ساري بستة. فهتبقى عشرة باور نيجاتف اربعة. العشرة باور نيجاتف اربعة دي. آآ يعني في الاخر الرقم هيبقى كده مثل. زيرو تلاتة اربعة. او ما فيش زيرو. الرقم ده بقى لما يطلع فوق. آآ قصدي الرقم ده فوق. لما ينزل تحت هيبقى اكله واحد على تسعة وعشرين. يعني واحد على تسعة وعشرين اكوال او بويند. او سري فور. فعشان كده بقسم على تسعة وعشرين. وبقسم على اتنين عشان قلنا رايح داي. بس كده. حاجة مرحش عرقب اي حاجة. لو حد عايز يعرف اللي بتاعتي بتتقسم ازاي كده. انت بس بتمسك اللي انت عايزه. بتحديفه يمين كده وهو بيحطها الواحدة. ممكن تقسمها اربعة او بننص يعني بحق. ومن هنا كده ممكن تكبر حاجة عن حاجة براحتك. ولا عندكو صار? اه طميم. بصوا او اشي تنظري. يعني هو كل اللي بيعمله ان هو بيقول لك اا لو في حاجة هتعمل ايه? فانت تقول له هستخدم مسلا اا اي ار سنسور. فاهم? بيقول لك اا اا الارم. فانت مسلا ممكن تخلي الالارم بتاعك ان لامبة تنور وتدفي. فالشي كله عشوائي. انت اللي هتختار الالارم. وانت اللي هتختار السنسور. وانت اللي هتختار السريشولد. اللي هو مش فاهم يعني اعمل ايه برضو. فاهم? فهو مسلا اول سؤال بيقول لك اا اا ملحوظة يعني. ماشي. هنا اصلا احنا هنسيرش على سنسور جديد. هنسيرش على سنسور. سوري مش سيرش. السنسور بقى. يعني هعايزين دلوقتي احنا اللي نطلع الصوت. فده اسمه اا اتشويتر باين حقيقة كده. فا يعني حاجة زي لمبة بس بدل ما تطلع نور تطلع صوت. وهندور على فانكشن اسمها تون. بنتديها الفريكوانسي. فالفريكوانسي لما بتزيد هزود الصوت. اا اا انا مش فاكر بسرعة اسم السنسور بس تالي بين الفونكشن كان اسمها تون. تديها بين البن نومبر والفريكوانسي حقيقة كده. يعني ايه عايزة سيرش بس. اا هنا بيقول لك اا اا لو في حد موجود. فانا لو في حد اا هجيب مسلا اا اي ار اصحر واحد. لو في اي حد موجود اداني هاي هعمل الالارم. مفيش هاطفي اللمبة. هنا بيقول لك لو اي حد بسايد زي سيستم. يعني ايه بيسايد. هنا اا اا الراون زي سيستم هنا بيسايد زي سيستم يعني ايه. ورا السيستم. وما اللي تنزل بعد يعني البي اي اي ارد اظن. اا مش فاهم بس معلينة. بيقول لك لو في نويز. النويز ده ممكن قبل مايك مسلا لو تلع في اا الصوت كبير قوي هعمل الالارم. هنا بيقول لك نون نارم صوت مش اا مش طبيعي. يبقى هستخدم مايك بقى واشوف اا 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 اروح اصيرش الصوت اللي مش طبيعي يشكله وعمل ازاي. فياني الشيط غريب ايه. لو مش اا ما اظنش ممكن يتسقل عليه في حاجة في حاجة امسي تيو يعني هيقول لك ايه يعني. بس بس بس. والسعار الخامسة ده هنستعلم فيه اللي هو السنسور اللي احنا قلناه اول واحد ده صح? بيقول لك مو. اللي فيه. اللي فيه. اللي فيه. اه اه اه. لك اسمه تالت. ايه هو ده. هنا بيقول لك لما النور ينور. فاحنا برضو هنستخدم بتاع اللايت ده اللي هو. لو بدي ايه او لو. اه. واحنا بنقارن بس بس ريشولد. فاكروا. اه. 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 ال ال دي ار. وهنا نفس الحوار. وهنا برضو هستخدم تمبرتشن سنسور واخلي السريشولد بتاعي بقى خلنا ندني معلومة. خلي السريشولد بتاعي سبعين ضربة. اعملو سهير انت بس. وهنا برضو تمبرتشور يعني ايه قلتل. ايا كان يعني. وهنا سستن ايه لو فيبريت كان فيه سنسور بتاع بايبريت كده مش فاكر اسمه ايه? ماشي. هنا بيقول لك ايه? انا بصراحة ما قلتش السألة بدلواتي فراق راح معاكم. ايه. وانت ديولوب سنبل فولتج ميتر السيستم هيقرأ من زيلو الخمسة فولت. نوينج ذات الفولتج كالكوليت مستخدم فورميلا كزا. او ماشي. يعني هنا انا عارف انه اعارف يعني الاوتبوت بتاعي هضرب الفولت اللي هيجيلي في العشرين ومينس منه الخمسين يعني انا في الاول خالص هقسم على الف تلاتة عشرين واضرب في خمسة بعد كده اخد الاكس دي احطها في الواي واخلي الواي دي تبقى هي اللي هو عايزها بس كده ولا مش بس كده زميتر شود بروديوس خمسة ديجي تجريد انكلودينج زساين دوت اه الشام حاجة بس مش مهتمل بسرعة دي فولوب سيجنال ميتر فورزا اه بالضبط يعني مش مش حسو يعني